موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع المسيح سؤال يعتبر من أهم الأسئلة نحتاج أن نجيب عليها لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح نحن نرى أحبائي أن العالم يتخبط في كل مكان في ظلمة في عمى روحي وبالحقيقة أن النور صار ظلام والظلام نور وصاروا يعتبروا الخير شر والشر خير المر حلو والحلو مر كل المعايير كل المقييس عم تختلف أيضا منشوف العالم عم بيطلب أو بيقول الله أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لنصر فإذا أحبائي الإنسان لابد أن يحصد نتيجة قراراته وإذا العالم أراد أن الله يبتعد عنه ويقوم هو بقراراته لابد أن نشوف أو أن نرى انحلال في المجتمع لأنه مكتوب البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية فالسؤال لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح خلي بالك يسوع المسيح ولد في مذود مستعار ودفن في قبر مستعار لم يملك أي شيء بل قال للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار وأما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه ومع كل هذا يسوع الذي ولد في بيت لحم عاش وترعرع في مدينة الناصرة واشتغل كنجار وحجار أيضا ولكن بالحقيقة هذا الشخص أو الشخصية الريفية أثرت على العالم أجمع فالسؤال من هو يسوع المسيح اللي بنتكلم عنه إخوتي وأخواتي يسوع المسيح لم يملك المال أو الثروة ولكنه أغنى كثيرين وكثيرين من المجتمعات تتمتع بالرخاء الاقتصادي بسبب طبعا اتباعها ليسوع المسيح طبعا إنجيل يسوع المسيح ليس هو فقط إنجيلا اجتماعيا يهتم بإحتياجات الإنسان سواء جسدا نفسا وروحا ولكنه إنجيل روحي ومملكة روحية طبعا يهتم بإحتياجات الإنسان الروحية ومصير الإنسان الروحي وأبديته فإذن المسيح لم يملك المال لكنه أغنى المجتمعات لم يملك السلاح لكنه احتل قلوب المليارات من البشر لقد غزى العالم بقوة المحبة أكثر من أي أسلحة أخرى أو أكثر من أي إمبراطورية أكثر من قيصر أكثر من الإسكندر الأكبر بل أكثر من محمد ونابليون وآخرون اللي غزوا العالم ولكن المسيح غزى العالم ليس بالسلاح لكن بسلاح المحبة بسلاح روح الله يسوع المسيح لم يدخل مدرسة أو جامعة لكنه لم يتكلم قط إنسان مثل هذا كان يتكلم كمن له سلطان يسوع المسيح لم يكتب سطرا وحدا لكن ما أكثر الأقلام التي كتبت عنه وما أكثر الريش التي رسمته وما أكثر المجلدات والمكتبات التي كتبت وما زالت تكتب حتى يومنا هذا نعم أحبائي يسوع المسيح فريد متميز لقد أثر على العلم والفن فأدعوك اليوم في هذه الحلقة لا تتجاهل يسوع حقيقة عندما تنظر إلى هوية وشخصية الرب يسوع المسيح أنت أمام الله الظاهر في الجسد ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائي قناة الحياة المسيحية وطبعاً في هذه الحلقة حديث عن لماذا يحتاج العالم إلى يسوع المسيح إخوتي وأخواتي يقول الكتاب المقدس من ثمارهم تعرفونهم إن أفعال الأتباع أتباع أي قائد تعكس لنا صورة القائد وهذا ما تراه اليوم سواء على صعيد اجتماعي أو على صعيد ديني أو على صعيد سياسي فإن الأتباع هي ما تميز من تتبع والقائد التي تتبعه فمن ثمارهم تعرفونهم قال يسوع بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فالعالم يعرف المؤمن الحقيقي المؤمن المسيحي أنه من أتباع يسوع وكما قيل في الكتاب من أتباع ذاك فالمقصود يسوع المسيح فإن حياتنا وسلوكنا وطبيعتنا وأعمالنا وصفاتنا تعكس القائد الذي نتبعه إذا كانت المسامحة والمحبة والغفران أو بالمقابل الكراهية والحقد والثورة والعنف والدم والدم الذي يولد دم فإذا من ثمارهم تعرفونهم تعرف حبائي بأكد مرة تانية لم يأتي المسيح ومعه جدول أعمال سياسية لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم هإن ملكوت الله داخلكم وملكوت الله ليس أكلا وشربا بل بر وفرح وسلام في الروح القدس فالمسيح لم يعد في الجنات ولم يعد في النساء ولم يعد بأي ممتلكات أرضية بل بالعكس وعد يعني في ثمن لكل من يتبع يسوع المسيح لم يقم بالغزو أو الاحتلال عن طريق الحملات العسكرية بل لم يرغم أحدا على اتباعه بل كما ذكرت على النقيد علم عن التكلفة ودفع الثمن الباهض لمن يتبعونه فإذا لمن يتبعه فمنلاحظ حتى في الكتاب المقدس كتير تركوا يسوع المسيح لأنه قالوا هذا التعليم صعب فحتى بتشوف شيء واضح فلم يعنفهم ولم يستردهم أو يرجعهم بالسيف ولكن المسيح علم أنه إذا في أي شخص بيتبعه عليه أنه ينكر الذات ويحمل الصليب نعم أحبائي الصليب قبل التاج والمجد لم يقم المسيح بضجة عظيمة بل تعامل باللطف والوداعة معلنا الحق والبر للأمم جاء المسيح كعبد متألم لكنه سيأتي ثانية لكي يكون الديان المنتصر نعم أحبائي كما تقول كلمة الله مكتوب عنه يخرج الحق والبر للأمم وعلى اسمه يكون رجاء الأمم وهو نور إعلان للأمم فأوعك تلخبط في أي موضوع فبمن تساوي وبمن تقارن يسوع المسيح طبعا لا تستطيع أن تقارن بأي نبي آخر وكما اعتدت أن أذكر كلمة استخدمها دائما عيب كل العيب أنك تشبه يسوع بأي نبي أو أي فلسوف أو أي حكيم على هذه الأرض تأثير يسوع على البشرية ليس فقط من ناحية روحية بل على كل الكيان والحياة جسدا نفسا وروحا فالمسيح أثر على كل نواحي الحياة وما زال تأثير يسوع حتى يومنا هذا وسيظل وسيبقى تأثير يسوع المسيح إلى أن يأتي ثانية ونتقابل معه في الهواء في الصحب نعم أن تأثير المسيح عجيب وعظيم جدا بشهادة الجميع من الحكماء من العلماء من الفلاسفة من الأنبياء حتى من الأعداء كانوا يكنون يعني كثير ناس لا تؤمن بوجود الله ولكن عندما تأتي إلى هوية وإلى شخصية يسوع المسيح تكون له كل التقدير وكل الاحترام والسؤال الذي يطرح ذاته أوليس عجبا نرى أن كل المجتمعات في هذا العالم سواء في الغرب سواء في الشرق الأقصى والشرق الأدنى كل واحد يهاجم يسوع المسيح هل هذا أثار أي فكرة مع أنه يسوع المسيح لم يفعل شر ولا خطية مع أنه كل العالم يقر بشخصية المسيح الفذة الفريدة العجيبة هذا ما بيخليك تستغرب وتتعجب شمعنى لا يقاوم أي ديانات أخرى ولا يتكلمون على أي أنبياء آخرون ولا أي نظام يعني اليوم حتى أنت بتشاهد الأخبار كل العالم عم بيعتذر للصين مع أنه نظام الصين ما بيتمشى مع نظام العالم بشكل كامل ومع كل هذا الكل عم بيحن الراس ليه كل العالم بيركد وين الفلوس وين المصاري وأقولها بصريح العبارة الناس لأنه إما عن جهل أو عنده عمى روحي أو عنده مشكلة أخلاقية ودائما منقول اتبع الفلوس وين الحبل أو وين الخيط اللي بيقود الفلوس بتشوف وين قلب الإنسان التي تتراكد وتتفاء تتهافت على الفلوس أو على الغنى وأضيف شيء تاني على الخطيئة ولسيما الزنى والشهوة الردية فالعالم كله يعني ممكن يتقبل الخطيئة والشر والظلام طالما أنه بفيد مصلحتها وأنه مستعدين يعني يتنازلوا عن كل المبادئ مع أنه عم بيشوفوا شوف عينهم العنف والدم والاحتلال والغزو أنه في صاروخه اللي في طيارة ممكن تشبع أو تطعم ملايين من الناس ولكن للأسف مصلحتها والفلوس وزناها وشهوتها هي اللي بتحرك هذه المجتمعات فالمؤرخون والفلاسفة والعلماء حتى الأعداء تعجبوا من شخصية المسيح الفذة الفريدة الكاملة فإذن على أي نواحي من الحياة أثر يسوع المسيح أولا أحبائي أنا بتكلم مش بس يعني من ناحية روحية أنا بتكلم لأنه كتير ناس تتهمنا أنه ديانتكم هي ديانة روحية في السمويات لكن تنسوا الأرض لكن بنسوا أنه ديانتهم والديانات الأخرى ورطت العالم بمقاسة ومجازر وحروب وكرهية لا أول ولا آخر إلها بل بالعكس اللي رح نشوفه كيف تأثير المسيح على كل البشرية أول شيء أحبائي أنا عاوز أتكلم أنه المسيح تأثير يسوع على حقوق المرأة أوليس عجبا أحبائي حتى اليوم المرأة ما أخذت حريتها الكاملة الكتابية اليوم يا بتشوف صغر نفس كامل مرأة محطمة مهانة مقلل من قيمتها أو على النقيد الآخر بتشوف المرأة بتستشرس وعلى فكرة عنف النساء عم بيزداد يعني أكتر من نص المجتمع أو النساء اللي بتفوت السجون بسبب ضرب الأزواج واليوم النساء عم تتمرد طبعا بأمور غير كتابية حقوق طبعا اللي هي مجرد خطية خطية اختيار إما الإجهاد أو تغيير حتى الجنس يعني اليوم عاملين إحصائية في كندا بيكتبوا يعني لما ولدت أنت ولد ولا بنت وبعدين في خانة أخرى هل ما زلت ولا أنت تغيرت غيرت يعني غريب يعني ممكن تغير جنسك تكون ولد ولا بنت ترانس جندر نعم أحبائي في مجتمعات تانية ممكن أنت يعني تتهم المجتمع لا المجتمع هنا لا فيه كمان قيم عالية جدا بصراحة أعلى من القيم يمكن اللي عشناها في الشرق الأوسط بس الخطية هي خطية أوليس عجبا يعني هاي عندك رؤساء الكهنة الدينيين اللي حاكموا على يسوع استخدموا المراوغة والمكر والمكر هي صفة الشيطان والخداع والكذب ليحاكموا يسوع المسيح وبينما المسيح يبرق طب فيه مرأة زانية كمان في مجتمعاتنا المرأة الزانية في الشرق طبعا ترجم تقتل ولكن في مقياس يسوع طب هذا الرجل الدين خاطئ وهذا المرأة التي أمسكت بزنا خاطئة فإذا أحباء المجتمع بيحكم على ما يملي ضميرهم بالشيء اللي اللي بفيدهم من بر ذاتي لكن حقوق المرأة أحبائي المسيح بيختلف عن أي نبي عن أي شخصية أخرى لقد رفع من شأن المرأة لقد عامل المرأة باحترام ووقار ومحبة طاهرة بالمقارنة مع المجتمعات المعاصرة في أيام المسيح اللي قللت من أهميتها سواء الرومان سواء اليونان سواء السامريين سواء اليهود من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لإمرأة مع أن العهد القديم رفع من شأن المرأة لكن التقليد قلل من شأن ومن أهمية المرأة فالمسيح لم يعامل المرأة كسلعة كانت النساء تلميزات رسولات مجتهدات مع الرب يسوع المسيح كانوا شركاء بالخدمة معه لقد تحدث مع كل النوعيات من النساء مع المرأة السامرية اللي ما كانتش من شعب الله مع المرأة الكنعانية الأممية اللي كان عليها المفروض غضب الله المرأة الخاطئة والمرأة الزانية والمرأة النجسة التي كانت نازفت ذم بالعكس المسيح شدد رجع لسفر التكوين أن المرأة هي مخلوقة على صورة الله وأنه على الرجل أن يبذل نفسه من أجل المرأة يعني حياته ويضحي من أجله والمسيح علم أن المرأة هي مساوية للرجل مساوية للرجل ولها كل الحقوق وكل الامتيازات سواء بالورثة سواء بالشهادة وهي ليست ناقصة عقل ودين أحبائي والمرأة لا تنجس أو تبطل الصلاة المسيح رفع من قيمة المرأة ثم مش بس حقوق المرأة شيء تاني المسيح شدد وأكد على حقوق الإنسان وهي الحقوق اللي مهضومة في هذه الأيام ما زال القوي يستغل الضعيف وما زال المتدين يستغل الشخص اللي مش عاوز يقبل يعني مش عاوز يعطيه الحرية المسيح اهتم بالإنسانية قال أحب أعداءكم هل في جملة حد قالها يعني أحب أعداءكم وهل المسيح فعلا لما بيقول هذه الجملة هل تتمشى عارفين لو الناس بتسامح وبتغفر وما بتتعامل مع الكراهية لتغيرت مجتمعاتنا تعرف أحبائي كان في مشكلة بين نساء تنتين وابتدأوا يصيحوا على بعض وواحدة من النسوان التنتين اتطاولت وراحت كبشت شعرها الست التانية مين اللي شاف المنظر رجل الست المكبوشة وكان على مشكلة بسيطة أنه ما حد عاوز يتنازل كان على المي فالرجل شاف أنه الست هانت زوجته فراح دفع الست وطبعا دفعها بقوة تأزت هذه الست رح تشتكت لزوجها زوجها طبعا كيف يعني فراح جاب معاه بلطة وهجم على الرجل وقتلوا على طول خلال أقل من يوم عيلة هذا الرجل لازم تأخذ بالصقر فراحوا قتلوا خمسة وهاي القصة اللي أحكي لكم قصة حقيقية دامت أكثر من عشر سنوات العيلي كل واحد عم بيقتل وبينتقم بالآخر تعرفوا لو ابتدأت بس بفكرة بسيطة أنه الست اللي انهضمت حقوقها الله يسامح يلا ما عليش ما احنا كلنا على العين اتفضلي كان يعني قضت على المشكلة من أساسها فإذن أحبائي المسيح بيهتم بالإنسانية بيهتم بحرية العبيد وطبعا هذا مش بس بالعصر الحديث شخصية معروفة ممكن نقرأ عنها كتير وليام وليام ويلبر فورس اللي هو قام بتحرير العبيد في الغرب إنجلترا وطبعا بالمقاطعات الهمسفير المقاطعات الغربية اللي هي شمال أمريكا اليوم طيب أوليس عجبا بس من أكم سنة أنا كنت في الرقة ورحنا على سوق النخاسي سوق العبيد ويمكن كتير منكم شافوا البنات اليزديات وهم عم بهينوا فيه هنا دول البنات الجميلات المخلوقات على صورة الله يعني مظلومات شفتوا كيف داعش رابطين الستات بسلاسل من حديد وعم بيعملوا مزايدة اللي بيدفع أكتر إذا كانت حلوة إذا كانت أصغر يعني بصراحة مجتمع مريض عقليا وجنسيا داعش فكان يبيعوا الستات عبيد أنا متكلمش عن القرن الماضي أنا متكلم على أكم سنة في سوريا والعراق ولما عملنا مقابلات وهي البنات اللي اتحرروا شوف يعني المقاسة والآلام النفسية والعاطفية اللي تقلموا منها الشعب ما زال يمارس العبودية لأنه الدين وبيملع عليه هيك طيب بتقول الدين ما بيعملش هيك أكيد يمكن في ناس طبعا يعني يعني لا يعني ضد هذا الموضوع أنا بعرف هذا الشيء لكن أين المظاهرات وأين المظاهرات الكبيرة والعنيفة اليوم أي مظاهرة بتشوف طالما إذا مش من دينك لأنه ناصر أخاك ظالما أو مظلوما وين المظاهرات ضد الأتراك وين المظاهرات ضد داعش وين وين عمبرتك بجرائم ضد الإنسانية ضد ناس ضد حقوق الإنسان طب بلاش شعوبنا مستعبدي وفي ظلمي طب أين الشعوب المستنيرة وين أنه تعمل يعني مثل ما بقوله خلاص يعني سد من كل النواحي حتى هاي المجتمعات ترجع وترذع وأنه تعيش مثل بقية الشعوب أنا بتكلم على أكم سنة أحباء كان ببيعوا بنات صبايا في سوق النخاسة في سوق العبيد حقوق الإنسان المسيح هو ضد التمييز العنصر بتشوف هذا واضح في غلاطية وفي تعليم المسيح بتشوف كيف تتعامل مع كل المستويات من المجتمع ماذا عن العدالة الاجتماعية المسيح قدم محبة غير مشروطة للجميع بغض النظر عن الخلفية عن اللغة عن العرق عن الجنس قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني وأنت أول شيء رجل أنت رجل وأنا امرأة مش بس امرأة امرأة سامرية بعدين أنت يهودي وأنا سأ يعني دائما هاي العنصرية موجودة بين دين ودين بين رجل ومرأة بين عرق وعرق يعني بتشوفوا إلى يومنا هذا سم الكراهية ولغة الكراهية وتأثير الكراهية عم بيصل إلى كل مستويات المجتمع أين العدالة الاجتماعية أين الحقوق للجميع أنا بحب أحيي كل الرؤساء في دولنا العربية اللي فعلا ابتدأوا في هذا المواضيع وهن فعلا مثل صالح في هذا المجتمع لكن ليه ما يكون في تساوي بالكامل ليه أنه الإنسان ممكن يكتب أي كتاب بدون ما يتهم بكراهية الدين أو بأي يعني ضد الأديان ليه أنه إذا الإنسان ما يختار دينه ليه الإنسان إذا ما يغير اسمه وهكذا أسئل كتير آه أنت ما هو أنت مش فاهم الوضع إحنا عم نحمي فيك لا ليه ما بتوضع قوانين اللي تعالج الرشوة والغش والكذب والخداع والصرقة والنهب وكل هاي الأمور اللي بتهدم المجتمعات فين العدالة الاجتماعية المسيح أحب الجميع بغض النظر وبتشوفه من علاقاته مع كل الناس من خلال الإنجيل المقدس المسيح هو الجواب لمشاكل العالم هو اللي بيسدد احتياجات الناس هو اللي أشبع الجياع اهتم بالاحتياجات النفسية والجسدية والروحية كان يجول يصنع خيرا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلب كان بجول بيصنع خير في كل مكان كان قلبه مليان حنان ده مرة ده مرة اهتم بأصحاب العرس لما نفذ الخمر وكانت بهدل وكانت بهدل اجتماعية انقذ الموقف حتى اهتم بضريبة بطرس انه ألقى الصنارة وصاد سمكة وطلع منها العملة وعلم انه احنا واحد وانه كسر الحجاز الحاجز بين اليهود وبين الأمم اهتم بالأطفال اهتم بالنساء اهتم بالغرباء الأمم لدرجة انه دخل الى الهيكل واضطر انه يطهر الهيكل من الباعة والسيارفة استغلوا المكان وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وانتم جعلتموه مغارة لصوص اهتم بالعبيد اهتم بالمظلمين مع انه في أيام المسيح سبعين في المية من الامبراطورية الرومانية كانوا عبيد اهتم بالمظلمين بالمضطهدين اهتم بأدنياء القوم اهتم بالزناة اهتم بالعشرين اللي بيجبوا الضرايب اهتم بالأرملة أقام ابنها لأنه هو الوحيد اللي ممكن يعيلها اهتم بالسامرية وكسر كل الحواجز العرقية اهتم بالمرأة المنحنية وقال وهي ابنة ابراهيم يعني فرك منخير المتدينين اللي كانوا بظنوا انهم ابناء ابراهيم طهر الابرس وشفاء الاعمى وحرر المقيدين بالشياطين مين ممكن ممكن يعمل هذا الشيء قل لأي نبي اللي بيطهر ابرس واللي بيشفي مولود اعمى ويقيم ميت ويخلق من جديد مين اللي عنده السلطان والقوة انه يخرج الشياطين بأي اسم بأي نبي بأي قوة صراحة وبس احنا منتكلم كلام بدون طبعا المحاسبة على كلامنا المسيح حارب العنصرية عالج مشكلة الغنى وتوزيع الغنى وقال حيث يكون كنزك هناك يكون ايضا قلبك انا متأمل من خلال هذا الكلام انه لمسك شيء حتى في الامور الاجتماعية عن هوية يسوع سأواصل حديثي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى يسوع المسيح خلينا اقول شيء اخر عن يسوع المسيح اهتم بالمساعدات الانسانية تعرفوا في لوقا اصحاح 14 بشير لوقا قال في اي 12 وقال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقرباءك ولا الجران الاغنياء لان لا يدعوكهم ايضا فتكون لك مكافأة بل اذا صنعت ضيافة فدعو المساكين الجدعة العرجة العمي فيكون لك الطوبة يعني المديح او المكافأة او السعادة يعني من كلمة طوبة اذ ليس لهم حتى يكافوك لانك تكافأ في قيامة الابرار قل لي في حد تعلم هذا الشيء احبائي ادعو الفقير والاعرج والجدع والاعمى فعلا كان يجول يصنع خيرا يشفي ويسترد ويهتم بالايتام والارامل بالمصرعين والمفلوجين بالناس التي لا تستطيع ولا تقدر ان تعالج نفسها مجتمعاتنا الشرقية عادة مبنية على الكبرياء منحب الاعتبار والكرامة هو جزء من هذا الكبرياء وكأنه التواضع فضيلة يعني غير محببة منحب العزايم وبالذات في الاعراس بتعرفوا خلينا بديش هتكلام عن بلدتان خلينا تكلام عن بلد على فلسطين تعرفوا انه فيه شباب بتزوجوا بعد يسدوا الدين لمدة ثلاث اربع سنوات سدين لانه بدي يعمل عرص طنطن الف مبروك طبعا انا مش قصد انه يعني او بتعرف الناس بتعزم يعني يعني مش عشان بتعزمك بتعزم نفسها يعني بكلمات اخرى هي عم بتعبر عن نفسها وبعدين المشكلة انك بتعزم الناس اللي بتقدر تعزمك هون بقول يسوع يعني اذا بدك تدعو جرب تدعو نوعية تانية من المجتمع حكي لكم قصة عن حماي ابو زوجته حماي هو رجل الله بكل معنى الكلمة هو الشخصية اللي اثرت اكثر تأثير على حياته كان بيصح من النوم او كان بروح في اوقات متأخرة او في ساعات الصبح الساعة اربعة وكتير بساعد ناس كان تعرف في الكريسمس كان في الليل ورح يدور على حد محتاج يعزمه فعلا شاف واحد لسه متذكره 100% هو طبعا انتقل عند الرب هذا الشاب كان من الجيش الارلندي كان ثورجي بس كان سكير وكان هوملس ما عندوش مقوى بنام في الشارع واللي بيعرف كندا كندا بلاد باردي جدا وكان سكران على الآخر ولغته لغة يعني كل كلمة فيها مسابة وكل كلمة فيها في جداعي يعني للتكرار أخده فعلا نظفه وحممه وكان تعرف احتفال الميلاد قعد معان على الطولة وشاف كيف منصلي وتعجب طبعا انه كيف يعني دور عليه في الشارع وهتم فيه شو اللي بخلي الانسان يعمل طبعا في كتير ناس تعمل هاي الامور انا متأكد في كتير ناس بتعمل خير بس العاوز اقول انه في مرات اوقات انت يعني عيد الميلاد كريسمس بدك تكون انت والعلي دور على شخص وكان من من اصعب الشخصيات يعني انا يعني كيف قدر يتحمل ويصبر على حتى الكلام اللي كان يطلع من هذا الانسان فعلا احبائي هاي هاي هي المسحية بعدين ماذا عن الجمعيات الخيرية الاهتمام بالمرضى والجائعين وجمعيات مثل السامر الصالح بناء الملاجئ والمستشفيات والعيادات والمساعدات الطبية والانسانية وكتير من المؤسسات اللي بتساعد في الدول التانية بتساعدهم في الكهرباء كيف يطلعوا كهرباء وكيف يطلعوا ثروات طبيعية وكيف يجيبوا المي من الارض وبناء الابيار وتحلاية المي جمعيات كلها تأسست أساسيتها في الكتاب المقدس من فكرة السامر الصالح اللي ساعد واحد كان مجروح مضروب بين حي وميت ساعدوا مع أنه ما كانش من شعبه شيء آخر تأثير المسيح على الثقافة والكتاب بعلمنا تحب الرب من كل فكرك في الناس بتفكر المسيحية جماعة لا لا من الرجعيين والمتخلفين ننسى أنه معظم أقوى العلماء كانوا مؤمنين مسيحيين عن يسوع المسيح مكتوب عنه كان ينمو بالحكمة فيه مذخر جميع كنوز الحكمة والمعرفة المسيحية أحباء اللي ساهمت بالقضاء على الأمية غيرت مجتمعات كاملة مجتمعات كانت آكلت وحوش آكلت لحوم البشر مجتمعات في أوروبا الشمالية يعني مجتمعات عندهم عدات شرسة غريبة جدا وطباع وحشية دخلت المسيحية وغيرتهم تغييرا كاملا وجذريا نعم أحبائي اهتمت المسيحية كمان في بناء المدارس والجامعات هل تعلم أنه في أمريكا وفي إنجلترا كل الجامعات الأولى وكل المدارس الأولى وكل العيادات الأولى المستشفيات كلها تأسست على أساس مؤمنين مسيحيين قاموا بهذه المشاريع التعليمية من الطباعة والفن والإلهام لكل أنواع العلم بسبب قصر الوقت أحبائي عوزني الوقت ماذا عن العلوم يعني به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان أثارت هذه الفكرة الثورة العلمية من الاختراعات وعلماء كثيرون مشاهير استلهموا علمهم بسبب إيمانهم الأدوية والتكنولوجيا يعني فيك تقعد شهر تتكلم عن كل هذه الاختراعات لكن أهم في الموضوع اللي عاوز أصله أحبائي وبعدها رح أخذ مكالمات تغيير الحياة ليه المسيح العالم محتاج ليسوع لأنه يسوع هو الوحيد اللي بغير الحياة قوعك تفكر أنه أي شيء بغير لا علم ولا أنبياء ولا إصلاح ولا فلسفة كلها تثري يمكن المجتمعات ولكن اللي بغير الكيان من جوه هو فقط يسوع المسيح المسيح غير مليارات من الناس قادهم من الظلام من الوحشية من الكراهية من يعني أثر على كل على العيلة على المجتمع على الحكومة على السياسة المسيح يحرر من القيود من العبودية عنده قدرة أن يغير لأنسا في مؤتمر في إحدى دول أوروبا كان في مجموعة من خلفية غير مسيحية من المغرب وفعلا في وحدة كانت بائعة هوى كانت تمتلك فندق دعارة وكانت بتصدر الدعارة إلى دول أخرى فتاة جميلة وكانوا بيخضوها بالطيار وبرجعوها في نفس الليلة ولكن حضرت واحدة من الاجتماعات وتغيرت تغييرا جذريا وحولت البناء إلى فعلا مكان لشفاء هذه النوعية ورحت مرة تانية 11 بائعة هوا سلموا حياتهم للمسيح وهاي الأخت لما شفتها مرة تانية كانت تقفز من الحرية ومن الفرح الكامل مين اللي بيغير أحبائي مش إصلاح ولا مجرد افعل ولا تفعل اللي بترفع ضغط الإنسان شو اللي بيغيرني شو اللي بيحررني من جوه شو اللي بيعطيني القوة الداخلية فالمسيح هو اللي بيحرر الاهتمام بالمنكوبين وبالأسرة وبالمقيدين وبالناس المحتاجة كلها يسوع أحبائي علمنا المسيح حرر من الكراهية تعرفوا أحبائي اليوم كتير الناس بتتابع قضية إسرائيل وفلسطين أو حماس هل تعرف أنه اليوم الكنيسة في داخل إسرائيل من يهود ومن عرب اللي بيؤمنوا بالرب يسوع والطرفين متهدين على فكرة لكن فيه اجتماعات تسمى اجتماعات مصالحة وتتميم الفريضة فريضة الرب يسوع اللي هي مش بس العشاء الرباني أو المعمودية غسل الأرجل بتشوف محبة بين المؤمنين جسد واحد بغسلوا أرجل بعض ومن بعض لما بتتفرج على المنظر من أكم يوم كان يحاربوا بعض بالسلاح وكل واحد بيكره وعاوز يقتل الشخص التاني اليوم عم بيغسلوا أرجل أحدهم الآخر مين اللي بيصنع هذا التغيير أحبائي مين اللي بيحرر من القراهية فقط يسوع المسيح بالختام أحباء أقول العالم يحتاج إلى يسوع المسيح لأنه هو الوحيد الكامل بلا خطية العالم بده مثال أي مثال تتمع في النور والحق والمعرفة وبالمحبة مثالنا هو يسوع المسيح ليه العالم محتاج إلى يسوع لأنه هو الوحيد القادر أن يخلص من مشكلة الخطية ليه العالم محتاج إلى يسوع لأنه هو الوحيد الضامن للحياة الأبدية لأنه حي قام من بين الأموات وأعطانا هذه الحياة لأنه هو الوحيد أيضا الذي سيرجع ثانية ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وكل الديانات بتشهد أن المسيح سوف يعود مرة ثانية وهذا الامتياز فقط للمسيح وحده فاليهود يستنى المسيح والبهاء بيستنى المسيح والأحمد بيستنى المسيح والشيع بيستنى المهدي والسن بيستنى المسيح والمسيحيين ننتظر يسوع المسيح اللي جاء ومات على الصليب وقام من الأموات وعطانا التحرير والتبرير والتغيير الكامل وسوف يأتي ليأخذ كنيسته حيث نكون معه إلى أبد الآبدين ثم أحبائي المسيح هو الجواب هو الوحيد الذي يستطيع أن يشبع الجوع الروحي دعيني أخذ بعض المكالمات المكالمة الأولى من الأخت فريال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال أهلا بك أخ نزال سلام ونعنة المسيح معاك والموضوع رائع رائع جدا مهما ما تكلمنا ما رح نوفي حقه فأنا بس حب أقول أنه لا قيمة للحياة على الأرض بدون يسوع المسيح له كل المجد لأنه الرب يسوع المسيح هو كل ما نحتاج إليه لنعرف الله الحقيقي القدوس الله القدوس وهو كل ما نحتاج إليه لنعرف الإنسان الرب يسوع هو الفيسل النهائي للحق كله بعد أقوال المسيح وتعاليم السامية لم يقدم أحد شيئا جديدا لا نبي ولا من مين من يكون كان الرب يسوع له كل المجد دائما يختفي كل ما أرادوا أن يجعلوه ملكا أرضيا لكنه قدم نفسه باختياره عندما أراد أن يصلبوه لأنه مات المسيح ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا المسيح قلبه منتلئ بالنعمة لمن امتلأ قلبه بالخطية المسيح فتح زراعيه ولا تزال زراعيه مفتوحة وقال بفمه الطاهر تعالوا إلي يا جميع المتعبين السقيلين أحمال وأنا أريحكم المسيح هو الذي حرر من القيود الشيطانية ومن الأنبياء الكذبة ومن التعاليم التي لا تعترف بالله الحقيق القدوس تعاليم تعترف وتؤمن بإله آخر إحنا ما نعرفه وأخيرا المسيح له كل المده هو الذي يعطي الحياة الأبدية وهو المخلص فأنا أصلي من كل قلبي أن تكون هذه الحلقة اليوم سبب بركة لكثير من المستمعين والمشاهدين يعرفون الرب يسوع المسيح يعرفوه كمخلص وليس كديان لأنه في النهاية كل رقبة وكل لسان يعترف بأن الرب يسوع المسيح والله شكرا أخي نزار شكرا شكرا ويتمجد في خدمتك وحياتك ربنا يباركك ربنا يباركك أخت فريال شكرا على تشجيعك وعلى هذه المداخلة الحلوة أخذ مكالمة من أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند اتت معانا على الهوى أبو مهند اتت معانا على الهوى طيب الظاهر فقدنا المكالمة الأخ زكريا من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا أهلا أهلا أخ زكريا أهلا وسهلا فيك الله الله أحفادك أخ نزا سهلا أشكرك على برنامج هي العيدة التي قدم المكتر أفحاحات خمسة سبعة ونزاعة في المكتر الأفحاح خمسة ووحد لإثنين وكذلك تطويدات وأن اليسر المسيح أكمل وكذلك أن يسر المسيح يأظن أن أحب أعدائكم باتوا لعينكم كما فقال وأعطوا لي فقراء وأعلموا وكذلك وكذلك الباب البيق أتكلم عن الباب وكما أن النتيح زائر التعاليم يعني المعب التعاليم التي طرفه من الإنسان ومن الإنسان وكما صورت وطورت بقمر وقامل في اليوم كله وصعاد في النهائل راجعا إلى الله ويعود إلى الأرض وكان إنسان كامل هو إله كامل طائد لا خطية وكما أن الرب يصير عن الصلاة قال وإذا كان يصلي عندما صرع قال واحد وفيد يا رب أعلمنا وفيد أن علم يحن فقال لهم أكثر ليس فقول ما الذي سم هو تم تعت اسمك كما لك تكون فئتك كما تسمع كذلك على خفزنا كفافنا أعطينا خطينا كما نحن نحن لا تدخل في ترجمة النزين للشير ثم قال لهم أن يكون لهم صادق ويقول لهم يا صادق على التباق أن صادق لدي آني الصفح وليس ما فقط مولا ويجي من داخل وقول لا تزعي الباب معظم الآن أخ زكريا أخ زكريا الصوت ابتدى يروح فبس عاوز أشجعك وأقول أنه مدخلتك فعلا يعني وصلت وفعلا أنا بثني معاك أخ زكريا أنه مهما يعني أنت تكلمت عن العزة عن الجبل لو أخذت كل يعني أنت تكلمت أكم آية بس لو أخذت كل فقرة من العزة على الجبل ترى سمو ورفعت وتفوق المسيح على سائر الأنبياء وسائر كل البشر فالسؤال إذا المسيح علم أجمل التعليم إذا المسيح صنع أقوى المعجزات وإذا المسيح عاش حياة كاملة بلا خطية مثالنا في كل شيء وإذا المسيح عمل أمور لم يفعلها أحد مثل فتح عيني المولود أعمى إقامة تأمية وقد أنتن وإخراج الشياطين فإذا أيعقل أنه من تتبع غير المسيح وإذا أردنا أن نتبع شخصية أخرى غير المسيح فما هو الجديد الذي جاء به حتى نقول فعلا هذا التعليم أو العمل يتفوق على ما فعله يسوح إذا المسيح غير البشرية والمعاناة والفقر والكراهية والظلم وكل المعاناة التي نرى المسيح أعطانا الحل وكان عشان أنه مش بس يتكلم كلام هو قدم نفسه فدية وذبيحة لأجلك ولأجلك لكنه حي وقام من الأموات فمن نتبع بصراحة نتبع الأنبياء الأموات وهم في قبورهم أم نتبع الحي الذي قال إن حي أنتم ستحيون وأن المسيح ما زال يتواصل ما زال يتفاعل لماذا يحتاج العالم إلى يسوع لأن يسوع حي ما زال يعمل حتى يومنا هذا مكتوب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص الناس عم تسأل أسئل كثيرة ما هو الحق وأين الحق وكيف نعرف الحق وقال أحدهم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ثم قال أحدهم أرنا الطريق قال يسوع ومن يستطيع أن يقول صراحة من يستطيع أن يقول هذه الكلمات أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به فإذا أنت عاوزني أتبع دينك أو مذهبك عليك أنك تقول لازم تتبع الدين لهذه الأسباب واحد اثنين ثلاثة إلى آخره لكن إحنا نشوف كل الكفاية وكل الهداية وكل الحماية وكل الوقاية كلها عم نشوفها في شخص يسوع المسيح هل أبحث عن طريق بل قال هو أنا هو الطريق هل أبحث عن الحق أفلاطون وأرستو كلهم بحثوا عن الحق وبيلاطوس وهو يحكم على المسيح سأل ما هو الحق فعندما نظر إلى وجه يسوع قال لست أجد علا في هذا الإنسان قال يسوع أنا هو الحق إخوتي وأخواتي مكتوب أيضا وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء ينبغي أن تخلص عارف يعني أنت أمام قرار كتير كتير مهم عادة اللي بدافع وأنا بشوفه كتير بصراعة على صفحات الفيسبوك رمي كلام لكن بدون الجواب بدون التعبير الصحيح بدون القول أنا أختلف معك لهذه الأسباب ولكن دايما بتشوف أنه لما بتتكلم عن الحق وأنه النور بيظهر أسرع شيء للدفاع هو الهجوم مش مهم اهجم اضرب كلام ارمي أي كلام ما هو ما فيش محاسبة لكن اللي بتسمع اليوم في محاسبة لأنه انت رح توقف في يوم من الأيام أمام يسوع المسيح أمام الديان الذي سيدين بالحق وبتعرف حبائك كل المشكلة مش على أي خطية منفعلها فالمسيح غفر خطيانا لكن هل نؤمن بالمسيح أو نرفض المسيح هذا هو الإشكال الأكبر فالسؤال هل تؤمن بيسوع وأنا لا أقصد أنك تقولي أنا أؤمن رجلي كويس ونبي عظيم وإلى آخر لا 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 أنت يا بترفض المسيح يا بتقبل المسيح كما يقدمه الكتاب المقدس فالمسيح يرفض كل الرفض إنك أنت تقبله بشكل جزئي فنحن لا نؤمن بمسيح مبتور أو مسيحية مبتورة نحن نؤمن بيسوع المسيح الحي اللي هزم الموت وهزم القبر وإعطانا الرجاء الحي وإعطانا ضمان الحياة الأبدية إنه لو عشنا أو متنا في هاي اللحظة مدركين وضامنين وعالمين إنه إلنا حياة أبدية على فكرة ليس لأي صلاح فينا ولا لأي كبرياء ولا لأي شيء فينا نسواش بصلي بالعكس إحنا كنا في الوحل وفي الخطي وفي سم الخطي وكلنا كنا نكره وكل الخطايا نمارسها لكن لما المسيح بيغير صار فيه رجاء حي صار فيه أبدية مدركها إنه أنا حياتي تستمر وإنه الموت هو بوابة إنه أكون معاه في كل حين بغمض عين وبفتح عين بكون معاه في الأبدية فإذا لازم تدرك أول شيء إنه إحنا خطا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه أدرك إنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إنه أجرة الخطي موت وإنه إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد أنا خاطئ طب والحل أجرة الخطي موت الحل كان في يسوع الإنسان الكامل والإله الكامل اللي حل معضلة الخطي فهو يقرأ على باب قلبك افتح له واعترف به وآمن به مخلصا وفاديا وإن رفضت في مسؤولية عليك يوم من الأيام رح يتواجه قاديا وديانا افتح قلبك ليسوع المسيح سلم حياتك اقبله ربا وسيدا ومخلصا على حياتك وأصلي من كل قلبي أنك تصنع هذا القرار اليوم والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر